أهلا بحضراتكم من جديد طيب الموضوع التاعة اللي كنت عايزة أتكلم فيه وإنبارح الحمد لله ممكن بدأنا الكلام فيه ممكن إحنا أول ناس نفتح الموضوع المتعلق بالقايمة الدولية للحكام بصوا يا جماعة الفترة اللي جاية ملف التحكيم آه تم توجيه الشكر للكابتن عصام عبد الفتاح ورحل أيضا السيد مراد لكن لسه في عدد من أعضاء اللجنة مستمرين حتى هذه اللحظة في لجنة الحكام وحتى هذه اللحظة لسه الاتحاد المصري ما خدش قرار بخصوص التشكيل الجديد للجنة الحكام إحنا عندنا كواليس هنقولها وهنطلب من اتحاد الكورة برئاسة الأستاذ جمال علام يهتم بملف التحكيم خلال الفترة الجاية بخلاف موضوع المستحقات المالية والحكام لهم مستحقات الكلام ده مش جديد الكلام ده احنا عارفينه من شهر 3 أو 4 اللي فات آخر دفعة راحت للحكام كانت من حوالي 6-7 شهور فالحكام أصلا لهم مستحقات قديمة بس فكرة كمان أصلا الحكام لهم مستحقات فبالتالي من حسبهمش على المستوى ده كلام ما ينفعش يتقال أساسا يعني يعني بغض النظر انت رسا ما خدش مستحقاتك بس هجيت بتشتغل فأي حد يطلع يقولك أصلا الحكام ما خدتش مستحقاتها فبالتالي مستواها وما حدش حسبها على نتائج المطشط ده كلام مش منطقي وما ينفعش يتقال هنفضل في ظهر الحكام عشان يفضلوا هم أفضل حكام في أفريقيا ونشوف بعد كده حكم مصري في كأس العالم ده دورنا وده هدفنا على فكرة القصة بالنسبة لنا مش عشان الأهلي خسر مطشة أو أي حاجة احنا دايما بندافع عن التحكيم ودفعنا عن التحكيم جيب نتيجة انه تم توجيه الشكر وإيقالة رئيس اللجنة السابق وتم الاستجابة وتم التعاقد مع خبير أجنبي عشان يقود مسيرة التحكيم الفترة اللي جايه ولكن إيه اللي بيحصل في التحكيم فيه أزمة امبارح اتكلمت فيها مع كابت النصر عباس وهي متعلقة بالقايمة الدولية للحكام الموضوع ده عامل أزمة كبيرة جدا لعدد كبير من الحكام الدوليين الكشف الطبي كان فيه أزمة ومشكلة المفروض بيروح يعملوا كشف طبي في المركز الطبي في استاد القاهرة سمعت انه يعملوا في إحدى النقابات نقابة المهن الرياضية هيكون فيه أجهزة يتم الاستعانة بها ويعملوا كشف طبي مش عارف مدى صحة الكلام ده هيبقى صحة ورنر تيست اللي يقل بدنيا لما يتعمل هلاقب فيه فرصة للإعادة ولا لا فكرة كمان بقى ان الكابتن عصام عبد الفتاح بصفته محاضر في الكاف او محاضر دولي يشرف على الاختبار دي بالنسبة لي كانت غريبة يعني بالنسبة لي غريبة ولو اتحاد الكورة جاله خطاب رسمي ان الكابتن عصام هو اللي هيشرف واتحاد الكورة سكت ده ما ينفعش يعني لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة السابق اللي مشي وفيه مشاكل بينه وبين عدد من الحكام الدوليين يشرف على الاختبارات القائمة الدولية انا الان من الكوتى العدد المخصص لحكام في مصر دوليا يقل الان من كده احنا دايما لدينا سبع حكام ساحة وسبع حكام مساعدين هل لو حصلت ازمة في الاختبارات وبعتناش الاسماء بشكل كامل او في ازمة قبل 25-9 هل العدد ممكن يقل يبقى 6 يبقى 5 يبقى 4 فقدنا عدد من القائمة الدولية الله اعلم ما انا بتكلم عشان اتحاد الكورة ياخد باله من الازمة دي الحاجة التانية كل المشاكل اللي بتحصل دي سببها مدير اللجنة الكابتن احمد ابو العلا ليه الكابتن احمد ابو العلا مستمر من اللجنة السابقة ليه ما تجيش ناس جديدة يعني ليه ما تجيش ناس جديدة تساعد مارك كلاتنبرج على مسألة حكام الدور الممتاز اللي هو عايز يشتغل عليها بس يعني من ضمن الكواليس اللي جات لنا ان الرجل هيكون مسؤول عن حكام الدور الممتاز بس القسم الثاني والثالث يبقى مسؤولية اطراف اخرى او حكام سابقين تانيين سمعت ان الكابتن سامير عثمان رفض اصلا ان ييجي بالشكل ده كابتن ياسر عبد الرقوف رفض الله اعلم تم عرض اي شي على الكابتن جهاد جيريش ولا لا برضو ما فيش حاجة واضحة تمين اللي هيكون مسؤول عن حكام القسم الثاني والثالث طب الكابتن مارك كلاتنبرج هيكون مسؤول عن حكام الدوري هيختار مجموعة معينة هي اللي هتدير مباراة الدوري زي ما بيحصل في اوروبا على فكرة يعني الدور الانجليزي بيتم ادارة مبارياتهم من خلال 20-30 حكم على مدار الموسم بيتقرروا على طول ما فيش غيرهم عشان دول اعلى كفاءة تحكمية في الدوري الانجليزي ده هيتطبق طب مين اللي هيكون مساعد في اللجنة مين اللي هيكون مدير اللجنة بعد اخطاء ومشاكل المعسكرات الخاصة بالقائمة الدولية والكشف الطبي تدعموا ان سكرتير اللجنة او مدير اللجنة يكمل ما هو انت تلا ما خدت قرار بتوجيه الشكر للجنة السابقة تمشي كلها تمشي كلها اللي كان مسؤول عن التعينات اللي كان مسؤول عن الفار اللي كان مسؤول عن رئاسة اللجنة يعني الكابتن عصار عبدالفتاح الكابتن سيد مراد الكابتن احمد ابو العيلة مش اتنين وتبقى الكابتن احمد ابو العيلة ليه مكمل؟ ليه يكمل؟ ما انت قدت اختصاصات ادارية الكابتن تامير دوري محاضر دولي وحاكم سابق متميز وبيحظى يعني بحب واحترام من كل الحكام الدوليين اديه له ملف كمدير اللجنة يكمل كمدير اللجنة ده يا جماعة أنا بس عايز أقول للناس في اتحاد الكورة ده تم الاستعانة بالدكتور عزب حجاج عشان يشوفوا موضوع الكشف الطبي يتعامل فين شوف وصلت لفين وتم الاستعانة بمحمود أبو الرجال الحاكم الدولي المساعد اللي هو لسه بيحكم يشوف موضوع الكشف الطبي يتعامل فين هل ينفع يكون فيه مدير اللجنة مش عارف ينصق كل الأمور دي وبيرجع لناس سواء حاكم حالي يعني انت مديره بتطلب مساعدته في حاجة زي دي ام انت كمدير بتعمل ايه حاكم سابق او رئيس او سكرتير لجنة سابق بترجع له طب انت كمدير لجنة بتعمل ايه طب الكابتن تامير دور خد اختصاصات إدارية مع الكابتن أحمد أبو العيلة طب هو مدير اللجنة مكمل ليه وليه في تواصل ما بين أعضاء الاتحاد مع مدير اللجنة ما تيجي ناس جديدة ليه في أعضاء في الاتحاد بيدعموا استمرار مدير اللجنة أحمد أبو العيلة ما ينفعش يكمل بعد رحيل عصان عبد الفتاح والسيد مراد أنا ملف التحكيم مش هسيبه لغاية لما تيجي ناس تستحق هذا المكان قبل بداية الموسم كوارس الموسم الماضي واللي فات واللي قبله مش هتتقرر تاني ومش هنسمح بها تاني ملف التحكيم مهم أتمنى من الأستاذ جمال علام يهتم بهذا الملف من إيته زد من أوله لغاية آخره مستحقات الحكام تتاخد القائمة الدولية تتعامل صح تيجي ناس جديدة مع ماركت لاتنبرج خلال الفترة اللي جاية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نبدأ نشوف ترند الأهلي واللي اتكتب في السوشيال ميديا عن النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة